ستبقى خدمات طبية ملكية عسكرية تخدم أبناء العسكريين وأيضا تخدم قطاع واسع من المدنيين وأن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بدعم الخدمات الطبية ولن نترك أي مساحة لنقص أي خدمة أو توفير أي خدمة للمواطنين ولأبناء قواتنا المسلحة وأجهزة الأمنين هل الحكومة بدون شك تلتزم بدعم الخدمات الطبية؟ وقد قامت الحكومة بتسديد جميع الالتزامات المالية للخدمات الطبية لعام 2019 المستحقة نتيجة التحويلات كما تؤكد الحكومة أن دائرة المشتريات الحكومية ستأمن تزويد الخدمات الطبية وتدفق العلاج بدون أي انقطاع وهذا التزام من الحكومة وتنفيذا طبعا لتوجهات جلالة الملك تقوم مستشفيات ومراكز وزارة الصحة باستقبال العسكريين في جميع مستشفياتها ومراكزها فقد قام ما يزيد عن خمسة ونصف مليون مراجع لمؤمن عسكري بمراجعة مستشفيات ومراكز الصحة وتم تزويدهم بالعلاج والإجراءات اللازمة بدنا المؤسسة دائما نظلها في مستوى طبيعالي جدا دائما نقدم الخدمة على أكبر شريحة من المجتمع وبأحسن الإمكانيات توجيهات سيدنا لعطوفة الرئيس إنه نبني كمان الآن مستشفى اليوم أنا كنت أتحادث أنا عطوفة الرئيس ببناء مستشفى حديث في الزرقاء وقد عطانا الأرض في منطقة خو اللي نبني عليها وقال كل الدعم للخدمات الطبية الملكية في فكرة الآن وهاي كمان كويسة إنه مستشفى رديم في المدينة الطبية إن شاء الله سيكون عرض الواقع في داخل حارة المدينة الطبية بـ 400 سرين بإذن الله